كابت نابو نور حبيبي بحبه كتير كتير أخويا ونور عناية الطيب الأمير حبيبي ونور عناية طيب الأمير الطيب الأمير بحب الكابت نابو نور معرفش بحبه ليه يكملني قلبه طيب أنا لازم أسأل عليه اكملني قلبه طيب. انا لازم اسأل عليه. انا لازم اسأل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك يا جماعة تحت الكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورنا على قنواتنا على يوتيوب. تحت الكل متابعينا في كل مكان في العالم. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر الرمضان الكريم. يا رب يعود عليكم بالخير وعلينا يا رب بالخير واليوم والبركات. النهاردة بقى معانا حبيب قلبي واخوية المحترم طبعا النج خميش شعبان عبد الرحيم. عمد الله على السلامة جديد. انت نورتنا معرضة. كابتن ومنور الدنيا كلها وكل سنة طيبين جميعا. حبيب آآ كل متابعين آآ كابتن ابنور منورين الدنيا وكل سنة طيبين آآ ورمضان كريم عليكم. وانشاء الله بازن الله برضو يبقى عيد سعيدة على مصر كلها. حبيب قلبي حبيب قلبي كل سنة وانت طيب. وانت طيبة باشا. آآ حبيبة عملة ايه? قويس. تمام? قول الحمد لله. الحمد لله. عمولة. اراك في الكلب الهسكي. جميلة. بجد? طب قبل ما نقول لك اراك في الكلب الهسكي اراك في المصرعة العودة. بجد. عجبكي. تتجو انت اول ما دخلت هنا قلت يا الله بابا دجوة هادي خالص. صح? صح? قلت دجوة هادي خالص. تمام يعني الدنيا هنا تمام? هنا احسن ولا عندكم? بجد. بجد. قولي بقى. هنا فيك لا. هنا فيك لا. طبيعة حلوة. حبيب. طبيعة حلوة والناس اللي عندنا بتمنوا بقاعدين في حتة فيها طبيعة برضو. حبيب البي. الجو جميل بالسرعة. حبيب البي. اراك كميسبة في الا. زي العسل وربنا استورها معايا. دنيا والدنيا. اراك في شغلنا على اليوتيوب. زي العسل. زي العسل والدنيا كلها بتحبك. اه وانا عن نفسي من قبل ما نبقى صحاب واخوات ونسايب. والحاجات دي كلها انا متابعك من زمان. حبيب البي. حبيب البي. حبيب البي. وابقى احترمك عشان انت قدي كلمتك مع كل الناس. حبيب. وليه اصحاب كتير بيتعاملوا معاك. حبيب. وبيقولي ان انت كلامك مزبوط وكلامك ما ما فالحاجات دي برضو. لازم تخلي الواحد اه اه لو انت في اخر اه البلاد المسلمين يروح له. حبيب حبيب. طبعا يا جماعة ده الموضوع مش النهاردة. ده الموضوع فيه صحوبية طبعا قبل كده. تمام. وطبعا اه خميس من الشخصات الجميلة جدا ومن الناس المحترمة كفاية. ان هو وش خميس كده وشكله ولهجته وصوته وطريقته. بيفكرنا بطبعا بحبيبنا الكبير النجم الله رحمه شعبان عبد الرحيم طبعا اه مفيش حد في مصر ما يعرفوش يعني مصر كلها على طول كان على لسانة اغاني النجم شعبان عبد الرحيم طبعا اه كان بجد 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 الاسطورة في الفن الشعبي اه بتحاول ان انت اه اي رمضان كريم يا مصر رمضان كريم يا مصر رمضان كريم يا مصر من قلبي قلتها عليك احلى شعب في الدنيا كلها ايه عليك احلى شعب في الدنيا كلها في الدنيا كلها دي عشان خاطر شعب مصر وعشان خاطر رمضان كريم عليكم جميعا والتانية دي بقى عشان خاطر اه كابتن ابو نور حبيبي اه كابتن بو نور حبيبي بحبه كتير كتير اخويا ونور عناية الطيب الامير ايه حبيبي ونور عناية طيب الامير الطيب الامير بحب الكابت نبو نور معرفش بحبه ليه اكملني قلبه طيب انا لازم اسأل عليه ايه اكملني قلبه طيب انا لازم اسأل عليه انا لازم اسأل عليه بس خلاص مش اقول تعالى ونقول تعالى طب اجيب كلبه وسواهه عليك عشان تيجي مش عايز حد سياح له طب اغني له اغنية برا وسياح له بحب عم تامر وبحب قعدته وكل الناس بحالها والنعمة حبيته ايه اخويا وحبيبي طبعا تامر الصغير وطبعا يا جماعة الشهرة بجد والجدعانة والرجولة عمد محافظة البحيرة ده منهور طبعا اكيد كله عارف تامر الصغير الاسطورة والجدعانة بجد الرجولة اللي بجد يعني على طول بيسأل علي فين انت حبيبي يا كبير حبيبي احلب ورامي في مصر كلها حبيبي طبعا ده غني عن التعريف طبعا توفر رامي الصغير والاسطورة وتامر الصغير طبعا الجدعانة كلها كل سنة هو طيب واحلى رامي في الفيديو ده هو سمعني حيشوفني هو بيستنى الحلقة بتاعة عم ابو نور في اي وقت تنزل وبيموت في الدلوعة حبيبي قلبي يا رامي احلى مليون مساء عليكم كل سنة وانت طيب رامي تامر ده بيسأل كل يوم عليا كل يوم يسأل عليا رامي ده حبيبنا بشا صاحبك باي ومبرقل وعملو كده رامي ده مش تامر تامر تابعنا احنا اه لا يقول عم خميس جه عم خميس جه حبيبنا رامي ده ايه رايك في تربية الكلاب بس انا نعرف قبل انت ما تتكلم كده ان النجم الفنان الله رحمه شعبان عبد الرحيم كان بيموت في حاجة اسمها كلاب ودي اغلب الناس ما تعرفوه لا الدنيا كلها اه القريبين من ابوية اوي او اللي عرفوه راحوا عنده عارفين ابوية بيحب الكلاب من زمان وانا الناس اللي هتسمعني دلوقتي طبعا بصولي كده كويس كل الناس عارف ان انا من وانا صغير كده في سنة قولة ابتدائي كان عندي كلب بلدي يعني انا معدودي جاربيين عادة بسببه نتاية كان ابوية المربيه في البيت كده كان بيأكله لحد ما بقى يعيش عندنا في البيت بقى يروح معايا المدرسة ويرجعني يروح معايا المدرسة ويرجعني لحد ما بقى الكلاب تعكسه وماشي في الشارع واللي ما عرفش يطوله واما ابيشنا انا من رجلي لحد دلوقتي العاد ده بقى في رجلي والله العظيم وبعد كده بنينا بقى بيت في احكيلك الموضوع ده اهم بنينا بيت بقى في حتة ايه في الغيطان كده في وسط الغيطان في متحالفة في القليوبية ابوية بنى بيت في الغيطان فكان لسه عامل ايه الاواعد والسملات بتاعت البيت ده فالكلبة بقى ابوية اخده وهو راح الصبح عشان يجيب توب ورمل وحاجات نظبط البيت فاتعرفت على كلب هناك غادرت بابوية وما رجلتش تروحها ما ابوية عمل لها اغنية والله العظيم عمل لها اغنية مخصوص انت يا كلب يا ابن الكلب ليه تسبني يا ابن الكلب وتعزبني يا ابن الكلب كنت تشوفني ترقص ديلك ولا فاكري اني مفيش غيرك كنت هجيب لك كلب انتاية علشان تعيش العمر معايا لا فيه غيرك واحسن منك يا ابن الكلب يا الله الله حج نصري مبسوط من اقول ايه حبيبي عم ناصري كل سنة انت طيب منور الدنيا كلها حبيبي قلبي يا رب خليك اه انت نورتنا النهاردة يا رب اسطرها معاك انا مبسوط والله العظيم اللي انا معاك حبيبي حبيبي ولسه بقول اه ابرامي عم تامل اه فيه يعني بيقول انت مداء من حاجة ولا بتاعه طبعا اه فيه اي حتة الواحد بيروحها ساعات كل الناس كده مش انا الواحدة فيه ناس بتروح اماكن او عندي ناس بتبقى عايز تقوم من قبل ما تقعد حبيبي 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 وفيه ناس تروح عندهم تبقى انت بتحب البني ادم كيو عايز تقعد معاك اه بعد بكرة بس انا طبعا مش برمي بالاية علي عشان افضل قعد لبكرة لا ده انت على راسي انا عشان بحبه بجد ده انت على راسي ده مكانك ده مكانك في اي وقت وعلى فكرة جماعنا الحلقة دي ما بنصوره احنا بالليل يعني احنا صارلين. اه احلى صهرة. اه خميس يسفكر ان هو يجيلي في الوقت اللي المزرعة هادية فيه. الجو هادي واعدين مع بعض. واه احلى قعدة بصراحة. اه جاو جاميل خالص. النهار ده بقى قلت له انا المزرعة كله هنمشي الدينة كلها. عشان نعرف ناخد راحتنا ونقعد مع بعضينا كده. احلى قعدة كده. اه طبعا انت نورتيني. اه اغلب الناس بتقول اغلب الفنانين بيحبوا ازاي. اه اه. يعني اه بنت عم سامير غانم اه بتحب الكلاب اوي وعندها كلاب كتير. اه. ورتنا ميسو مقطع فيديو كده. اه. لحبيبنا الكبير. اه. المقطع ده محد اش شاف. لا اه هو عندنا احنا بنوريه لصحابنا بس. اه اه. انما هو مش نازل على حتة معينة. يا بقى اللي انا حنرفعه مع الفيديو مع الحلقة دي. اه بقى اللي ارحمه كان الكلاب بتاعته بتحبه حب من اه غير عادي. الله يرحمه ويسمحه. انها كلاب من الزغيرة دي وكان عنده بقى الكلاب الكبيرة دي كان بيقول الكلب من دول ناقص لو استغفر الله العظيم يا رب يتكلم زي البناء ادم. اه. لما بيقوله روحات الحاجات دي بيسمع الكلام. عشان بيحبه. اه. عشان لا الحنية بتاعت البناء ادم على الكلب. اه. وبعد كده الكلب وافي بقى يعني. الوفاء والاخلاص والجدعانة. يعني الكلب ممكن يبقى وافي اكتر من البناء ادم. طبعا طبعا طبعا. الاخلاص. الكلب على هال. هو الاول احترام ليك الكلب اللي هناك ده. اه. ده مشهور اسمه غضب. اه. بتاعك. اه. اه. انت كده عشان قاعد جنبه هو اخرس مسلا. اي اي. انما لو انا مسلا حبيت اه ادك متشارتي ده هيعمل معايا ايه? هو شارس. ايو شارس انا هيبقى يدي هتقطع. اه اه. وكلب عشان خاطرك هيعمل فيها كده. اه اه طبعا طبعا طبعا. ولانما لو واحد اه قاعك جنبك صاحبك بقاله تلاتين اربعين سنة ممكن اجا زوقك يوم ايه اللي خلاص عاما ما تزوقوش كده وخلاص هيقول لي بالبق. طب ننصح ايه للناس اللي في ننصح نقول ايه للناس اللي في الشارع اللي اللي بيشوفوا الكلاب اللي البلد اللي في الشارع بيهنوها. بفيه الناس بتلاقي الكلاب البلدي تهنها وتضربها ويخطوها سم وتوب وحيتنسح. ولعب فيه ناس بترمي من غير الكلاب البلدي بترمي على اللسطح بتاع الناس. ام. سم ولحمة فيها سم للكلاب اللي زي بتاعتنا دي. نفوس مريضة. اه ناس اه دماغة تعبنى. نفوسها مريضة. الناس اللي برا. اه. اللي في الغرب بقى. اه لو لقوا كلب عيان. ام. من اللي في الشارع ده لقوا عيان. ام. بيشوفوا مين اللي تعبوا كده. وبيتحاكم او وبياخدوه يحطوه في مدرسة ولا مستشفى. لحد ما يبقى جديد نوفي. اه. ويأكلوه يشربوه يخلوه. اه. ويحموه يخلوه جديد نوفي. طبعا. احنا بقى ما نقولش للناس اللي يلاقي كلب يعمل فيه كده. بس اللي لاقي كلب بدل ما اضربه. لو في ايده لما اخزة. ازازة مياه لو اداله بقى كده هيشوفوا المرة الجاية. دخل الجنة بسبب كلب. طبعا. الرجل اللي كان ماشي في السحرة ولقى كلب عشان خلع الحزاء بتاعه وحط فيه مياه وشربه. ده دخل بيه الجنة. سمع. وواحدة دخلت النار بسبب قطة حبستها. لسابتها ان هي تاكل وتسعى في خير الارض. ولا ان هي اكلتها بايده. هو الموضوع كله في الناس. الرحمة. اه الرحمة. وبعدين اه. اللي وصى عليها الرسول عليه السلام. وربنا رحيم بالبناء ادمين احنا مش هنبقى انا رحيم مش هنبقى اه رحيم بالكلب وبعدين لو ربنا عارف ان دول غلط او حرام ما كانش خلقهم. صح. صح. احلى كلام. يعني لو ربنا عارف ان الكلاب والحاجات دي والحيوانات دي غلط او حرام ما كانش خلقهم. احلى كلام. القلب الصافي والقلب البيض والطيبة والجدعانة. والاصول خميش شعبان عبد الرحيم. نورني النهاردة في المزرعة. وده شرف ليا. واخويا وحبيبي الجدعانة والاصول. الاخوية بجد مش اخوية عشان مصلحة ولا كلام ده كله. الاخوية اللي اللي في اغلب الاوقات بيتصل بيا. ابو نور ما تعملش كزا. ابو نور بلاش كزا. ابو نور اه انت وحشني. بس صعب جدا انك تلاقي حد بيتصل عليك يقولك انت عامل ايه وعيالك عاملين ايه? خلي اللي بتصل. بعد احترامي ليك. انا شايفك مسيطر سيطرة جامدة او في الحتة دي. انا مش بقاطعك اه في الكلام بس اه اللي انا شايفه دلوقتي كده. يعني هنا في يجي تلات كلاب سايبين كده. اه. وانواعهم من الانواع اللي هي اه الدرجة التانية او في الشراسة. اه اه. اللي بيقولوا بيقتلوا بيموتوا الكلام ده. اه اه. يعني الكلب ده اسمه رود. رود وايلر. مسايبين كده في المزرعة. اه ده. اه. انا بتهيقلي ده اه. ده يعني ده كده ما يسيطرش عليه. يعني انا قاعد اه. اه. وهو قريب مني المفروض اه. اه يعني يهجم عليها هجمة كده ويعمل اي نمرة. بس وانت موجود انا ما شفتش لي اي كلام. بس حبيب قلبي نجاح نجاح تجمع كلاب اغلب الناس بتربي كلب او كلبين. والمشكلة ان الناس اللي مربية كلب او كلبين يجي يعتب علينا لما يشوفنا بنعمل حاجة. تمام? اه. بس ما حاولش ان يا ربي خمسين ستين سبعين. ده اسمه قطيع. القطيع لو ما كانش انت كصاحب القطيع ده ليك شخصية قوية تسيطر عليهم. هيكلوك. هيكلوا الناس اللي معك. مزبور. وحيوصلوا المراحل عدائية احنا مش قدها. لما طلعت ناس كتير انتقدتني قبل كده وقالولي انت شخصيتك قوية. الكلاب هل انا الكلاب خايفة. طلعت على اليوتيوب بلغة صريحة جدا بلغة فلاحية لغة رفية اللي هي لغتنا. قلت يا جماعة انا مستعد لاي حد حابب يتعامل مع الكلاب دي يشرفني. اعدته على حسابي. يقومه على حسابي. حياته حياته في وجوده هنا انا مسؤول بيه. بس يوريني حيسيطر على القطيع ده لمدة خمس دقايق ازاي. طبعا ما حدش رد علي. لأ ولا كلب واحد يعني دي انا مقدار شروح عنده حتى لو انا بتاعك. الحمد لله اه دي بتبقى عبارة عن هبة من ربنا. محبة من ربنا ان انت تقدر تسيطر على مجموعة من الكلاب. بتحاول تتفادأ عدوتهم. بتحاول تتفادأ مشاكلهم. لان بجد بجد الكلاب دي بيبدأوا في الاول المشاكل مع بعضيهم. تماما. ثم بعد كده يجاقوا على الناس اللي شغالين. مظبور. دي بتبقى اسمها الجرأة عند الحيوان. فالحمد لله ربنا مديني حاجة كده ان انا بنستعملها معاهم. اه سواء شخصيتي سواء صوتي سواء كزا سواء كزا. بنقدر ان انا نبعدهم او نمنحهم عن الحاجات دي كلها. نا. انت النهاردة نورتيني. يا رب. وده شرف ليا. حبيبك. ونكمل الجملة اللي كنت بنقولها يا جماعة. اخويا وحبيبي الرجولة. تامر ابو رامي. تامر الصغير. اسطورة محافظة البحيرة. الاصول والجدعانة. اللي بنقولهم. ما بي ما بي ما بي ما بيستناش مصلحة من حد ولا كلام زي كده. وانت لكم قبل كده في فيديو. اول ما حد يرن عليك ويقولك بنقولك ايه. قلوه الشبكة قطعت. لان بنقولك ايه. يبا جاي بعدها مصلحة. لكن الرجل ده ما بيقولش بنقولك ايه. الرجل ده بيقول ايالك عاملين ايه. اهلك عاملين ايه. طوي. خلي بالك من نفسك. مع السلامة. دي الاصول ودي الجدعانة بجد. ايه. حبيبي يا حبيبي يا بورامي. حبيبي. الجدعانة بجد. اللي ما بيستناش من حد اي حاجة. ابنة اللي بالاصول دي. وبالقلب اللي ابيض ده. الناس دي يا جماعة محدش يتنازل عنه مابدا. اه. الحج نصر. طبعا اه. كلكم عارفين انا ماردتش نقول. ماردتش نعرفكو في الاول. الحج لان كلكم عارفينه ابو محمد طبعا عديلي. اه. وقف معي وقفات كتير. فقى تأسيس المزرعة هنا في بدايتها. تمام. اللي عملوا معي. الاخ نفسه ما يعملوش. اه تحية لكل جمهورنا. في كل مكان في الوطن العربي. وكل مكان في محافظات مصر. وتحية من اخويا وحبيبي خميس شعبان عبد الرحيم. وحنقفلوا الحلقة دي بمقطع. حبيبي عناية. حبيبي. ربنا خليكو انا بحيي كل متابعين كابتن ابو نور. حبيبي. اه اللي في مصر واللي في برا مصر. انا بحييكم كلكم. وقول لكم كل سنوان طيبين. وهغني لكم بقى حتة صغيرة عشان خاطر ابو نور وعم ناصر حبيبي. 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 اه. علي النعمة بحبك. اه. وحياة النعمة بدوب. وعلي النعمة بعزك. وفي قلبي هواك مكتوب. وحياة الحب كله. والناس الصهرانين. كلم قلبك وقول له. مايرجعنيش حزين. وعلي النعمة بحبك. اه. وحياة النعمة بدوب. وعلي النعمة بعزك. وفي قلبي هواك مكتوب. حبيتك ايوة موت. ومعاتش يجيني نوم. وبقولها بأعلى صوت. وهقولها كل يوم. وعلي النعمة بحبك. اه. وحياة النعمة بدوب. وعلي النعمة بعزك. وفي قلبي هواك مكتوب. بس خلاص. بس خلاص اهم حياة في الاخر. حبيب قلبي. كل سنة وانتو طيبين. تابعونا وبازن الله اللي جاي احسن. واحلى من يوم مساء عليكم كل سنة طيبين تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.